كما أشار الرئيس مجلس الوزراء إلى أنه راجع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أرقام التفرة العملاقة التي حدثت في الجامعات المصرية مؤكدا أننا نمتلك اليوم 122 جامعة تعمل في مصر 28 منها فقط حكومية والباقي كله جامعات خاصة ودولية وأهلية وكل هذه المنشآت استقبلت هذا العام مليون طالب التفرة العظيمة التي عملت في موضوع الجامعات النهاردة إحنا بقى عندنا 112 جامعة 112 جامعة بتعمل في مصر 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا الشيء اللي يفرح أن هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام مليون طالب في الجامعات المصرية مليون طالب قبل كده كان جزء كبير يعني مش هقول جزء كبير كان فيه جزء من دول لما ما بيجيتش مكان في مصر كان بيلجأ للسفر لبعض الدول الأخرى النهاردة الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا القدرة أن نستوعب مليون طالب الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والأطباء حابب أن أقول لحضراتكم رقم مهم جداً من خمس سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لأن كنا باعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز التسعة تلاف طالب النهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى جامعات الحكومية وجامعات الخاصة تسعة وعشرين